الدين الحكومي الياباني سجل رقما قياسيا جديدا بأكثر من 9 تريليونات دولار وفق معطيات وزارة المالية ديون تجاوزت اعتبت 1000 تريليون ين لمدة ثلاثة فصول متتالية فيما توقعت الوزارة أن تصل إلى أكثر من 1000 تريليون ين بحلول نهاية العام المالي 2013 في آذار مارس وفقا لمسح الربع سنوي الدين بلع أكثر من 8 تريليونات كسندات حكومية وأكثر من 539 مليار دولار في الاقتراض أساسا من المؤسسات المالية وأكثر من تريليون دولار في سندات تمويل أو سندات قصيرة الأجل تصل إلى 6 أشهر في 31 من كانون الأول ديسمبر كان نصيب الفرد من الديون حوالي 78 ألف ومائة دولار بالنظر إلى أن عدد سكان اليابان بلغ نحو 127 مليونا في الأول من كانون الثاني يناير مجموعة ديون بلغ أكثر من ضعف الناتج الإجمالي الاسمي للبلاد في عام 2012 بنحو 475 تريليون ين